موسيقى اهلا بكم الى هذا الموجز وصل الجنود الكنيون الاوائل الى غوما شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية السبت كجزء من قوة اقليمية في شرق افريقيا لتهدئة المنطقة المضطربة امنيا على خلفية القتال العنيف بين القوات الكونغولية ضد متمرد حركة 23 مارس وحطت طائرتان تقلان حوالي 100 جندي كيني في مدينة غوما عاصمة اقليم شمال كيفو حيث استقبلهم كبر الشخصيات المحلية فيما قال مسؤول كيني ان مهمتهم تتمثل في تنفيذ عمليات هجومية الى جانب القوات الكونغولية والمساعدة في نزع سلاح الميليشيات مشيرا الى ان الكتيبة ستعمل جنبا الى جنب مع المنظمات الانسانية اعتقل 621 شخصا من بينهم 83 قاصرا في تشاد منذ بدء التظاهرة التي تقودها المعارضة والتي اسفرت عن مقتل حوالي 50 شخصا في العشرين اكتوبر الماضي وفق ما اعلن مدعي الجمهورية في انجامينا واعلن وزير العدل الشادي محمد احمد الهابو في احاضة صحفية ان المعتقلين حولوا الى سجن كوروتورو شديد الحراسة مشيرا الى ما اسماها اعمالا خطيرة لهجمات استهدفت مؤسسات الجمهورية ارتكبها المعتقلون يعقد رؤساء حكومات جنوب شرق اسيا السبت لقاءات مع عدد من زعماء العالم الزائرين بمن فيهم الرئيس الامريكي جو بايدن في الوقت الذي تحاول فيه المنطقة والتغلب على التنافس المتزايد بين الصين والقوة الغربية وتستضيف كومبوديا القمة السنوية لربطة دول جنوب شرق اسيا وقمة موازية لدول شرق اسيا ومن بين الزعماء الذين سيعقدون محادثات منفصلة مع الكتلة الرئيس الامريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني ورئيس الوزراء الاسترالي في ملتقى رئيسه الوزراء الصيني ورئيسه كوريا الجنوبية يونسو كيبول زعماء اسيان الجمعة كما سيحضر وزيره الخارجية لوسي سيرجي لافروف بعض الاجتماعات في انتخابات التجديد النصفي الامريكي كشفت تبيانات ABC عن فوزي الحزب الجمهوري ب211 مقعدا في مجلس النواب مقابل 204 مقاعد للحزب الديمقراطي فيما يتعادل الحزبان في مجلس الشيوخ ب49 مقعدا لكل منهما بعد فوزي المرشح الديمقراطي ورائد الفضاء السابق ماركيلي بمقعد المجلس عن ولاية إيريزونا وستتجه الأنظار إلى ولاية جورجيا التي ستشهد جولة إعادة الانتخابات في السادس من ديسمبر القادم بعد فشل أي من مرشحيها في الحصول على 50% من الأصوات انتهى الموجز شكرا لكم تبقى الروابط الإلكترونية للقناة في الخدمة إلى اللقاء